النهاردة كمان كان بعد ما الفيديو ده انتشر يعني في حدود الساعة 3-4 كده الفيديو كان top trending في مصر كمان ناس كتيرة جدا قاعدت تعرض الفيديو على التويتر وعلى الفيسبوك وناس كمان على الانستجرام كانت بتعرض الفيديو وبتتكلم عنه مع الفيديو كمان كانت الناس بتستخدم هاشتاج السيسي حبيبي الغلابة زي ما حضراتكم شايفين كان يعني من top trending هاشتاج في مصر من اكتر الهاشتاج اللي تم استخدامها وتم التغريد بيها في مصر النهاردة وكان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها بعض التويتات زي ما حضراتكم شايفين كانت على تويتر النهاردة والناس برضو استخدمت نفس الفيديو اللي حضراتكم شايفينه بس المهم ان ما يبقاش الموضوع مجرد هاشتاج الناس بتتنقلوا المهم ان الناس فعلا تنفذ اللي بيقوله الرئيس لما الرئيس بيتكلم ان الناس دي لازم تكون لابسة كمامات لازم تغير الكمامات في مواعيدها الطبية المزبوطة لازم يكون الناس بتاخد حقوقها في الفلوس لازم يكون مفيش فصل تعسفي للعمال لازم يكون في مراعاة لعدم التكدس في الشركات الخاصة لازم يكون في تفاهم وما يكونش فيه خصم من مرتبات ما يكونش فيه خصم من رصيد الأجازات ما يقولوش روح اشتغل في البيت وانا حقصم من رصيد أجازاتك كل التفاصيل دي الرئيس اتكلم فيها وقصات ده قال اللي حيلتزم حيكون فيه مساعدة مادية ومساعدة معنوية من قبل الحكومة اللي مش حيلتزم مش حيكون فيه مساعدة فكل واحد يعني انت عقل فاختر